بسم الله يعطيكم ألف عافية معكم أخوكم محمد أبو العز من الأردن من صفحة أبو العز بيولوجي طبعاً ما بدي أوصيكم طلعاً تسكريبشن رح تلاقوا روابط صفحتي وقروبي وموقعي وتفاصيل عن كورس المادة النظرية الكورس اللي سألوا شبه مجاني وفيه كل إشي أنتوا بدكم إياه وممكن تحتاجوا ويا رب بحتسب هذا الكورس تجارة معك ومشروع حسن بقرة دقية يا ربي يا الله وطبعاً رح تلاقوا بالكورس كل شيء أنتوا تحتاجوا حرفياً من أسئلك والذات الإلكترونية من تلخيص فيه نسختين أو نوعين من التلخيص كتابي وفيه فيديوهات أو مقاطع صوت تشرح هذا التلخيص الكتابي غير طبعاً فيديوهات الشرح وغير في بعض الأغراض الإضافية اللي رح تلاقوني كاتبلكم إياها بالدسكريبشن بإذن الله بصندوق الوصف طبعاً هاي أول شيء الشيء الثاني التنويه الثاني هاي السلايدات مش إنشائي ولا السلايدات إعدادي هي السلايدات الخاصة بجامعتكم صراحة ما بعرف من الشخص اللي أعملها بس أنا اعتمدتها بالشرح لأنه إنتوا رح تمتحنوا بناءاً عليها مينما كان الشخص اللي عامل هاي السلايدات الله يجعل أجر الشرح في ميزان حسناته يا رب عشان يكون الجزاء وأجره ووصله بإذن الله طيب خلينا نبلش على السريع الله بيحكي عن إيش؟ المختبر اليوم بيحكي عن الخلايا بالبداية لما أقول خلية شو هي الخلية؟ إحنا عرفنا إنه أجسام الكائنات الحية بشكل عام مكونة من وحدات بنائية بسيطة بنسميها السلز الخلايا يعني السل الخلية هي عبارة عن smallest unit هي عبارة عن أصغر وحدة أصغر وحدة فيها حياة بالوجود يعني لو أجينا قلنا شو أصغر شيء يحتوي على حياة على life في الوجود هو الخلية فهي أصغر وحدة حيوية في الوجود كان survive تستطيع إنها تعيش and reproduce أي شيء فيه حياة معنات هو قادر إنه يعيش survive هو حي زائد هو قادر إنه يتكاثر يتضاعف فهي الخلية هي مش بس حية وداخلها بصير تفاعلات حيوية لا هي كمان قادرة على التضاعف والتكاثر والانقسام اللي رح نوضعه بإذن الله إذا الله شاء في اللاب الرابع فهي قادر على الانقسام وطبعا علشان الخلية تكون داخلها في حياة وتقدر إنها تنقسم يجب توافر بعض الأمور حواليها زي الـ DNA اللي هو المعلومات الوراثية اللي بناء على هاي المعلومات الوراثية هنلاحظ إنه هاي الخلية قادرة إنها تتكاثر وإنها تعيش زي الـ Energy الطاقة فهي الخلية بحاجة إلى طاقة عشان تقدر إنها تعيش وتتكاثر زي الـ Raw Materials المواد الخام بروتينات على كربوهايدريت على دهون مواد بنائية تستخدمها الخلية عشان تبني بعض الأشياء وعشان يتكون بعض التراكيب الهامة لحياتها survive ولتكاثرها Reproduction بالإضافة إلى Suitable Environmental Condition ظروف بيئية تكون مناسبة عشان تقدر هاي الخلية إنها تنقسم ظروف بيئية من درجة حرارة من درجة حموضة من ضغط من ملوحة عشان تقدر هاي الخلية إنها تتضاعف تتكاثر وتعيش معناته هاي الخلية لما نوفر لها هاي الأربع شغلات الظروف البيئية الطاقة الرو ماتيريالز المعلومات الوراثية الموجودة في الـ DNA رح نلاحظ إنها هاي الخلية قادرة إنها تعيش وتتكاثر ليش؟ إنها هي أبسط وحدة حيوية في الوجود بينما لو وفرنا نفس الظروف لجسم آخر غير الخلية لا يحتوي على الحياة الموجودة في الخلية ما رح نلاحظ إنه هذا الجسم ممكن يتكاثر أو يتضاعف فمعناته الخلية هي أبسط وحدة تحتوي على حياة في الوجود فهي قادرة إنها تنقسم أو تتضاعف أو تتكاثر وبنفس الوقت هي قادرة إنها تعيش وتحيا وتعمل تفاعلات حياتية بشرط توافر أربع عوامل معلومات وراثية موجودة في الـ DNA طاقة مواد خام زائد البيئة المناسبة طبعا إحنا عرفنا واللي معي بدورة نظرية شرحت لكم إنه في عنا نوعين من الخلايا شو من هذول النوعين؟ خلايا بنحكي عنهم بروكاريوتك وخلايا بنحكي عنهم يوكاريوتك البروكاريوتك أو الخلايا بدائية النوة هي خلايا لا تحتوي على نوة ولا تحتوي على أورغانيلز على عضيات وطبعا حجمها صغير وهي الخلايا مثال عليها اللي هي البكتيريا يعني هي الخلايا اللي بتكون البكتيريا بينما اليوكاريوتك سل النوع الثاني أول شيء هاي الخلايا فيها نوة بنحكي عن حقيقية النوة إنها تحتوي على نيوكلياس نوة بنفس الوقت هاي الخلايا فيها أورغانيلز فيها عضيات بنفس الوقت هاي الخلايا بيكون حجمها أكبر زائد إنها هي بتكون باقي أجسام الكائنات الحية يعني بروكاريوتك بكتيريا وباقي الكائنات الحية خلاياها بتكون يوكاريوتك زي مين باقي الكائنات الحية؟ زي الفطريات فانجاي الطلاعيات بروتستا النباتات بلانت والحيوانات الأنيمل رح يجي شخص ويسألني طيب والإنسان بكل بساطة الإنسان يعتبر خلايا خلايا حيوانية أنيمال سلف يعني خلايا زي خلايا الحيوانات طيب إحنا هستفهمنا شو هم أنواع الخلايا الرئيسية بروكاريوتك واليوكاريوتك إعرفنا شو الفروقات ما بينهم طيب شو التشابه ما بينهم إلا ما يكون فيه تشابه يعني فيه أشياء رئيسية بتكون موجودة في كل الخلايا بروكاريوتك أو يوكاريوتك طبعا هاي الأشياء الرئيسية هي ثلاث أشياء طبعا بالمادة النظرية مذكورة أربع أشياء أما هون بالمادة العملية مذكور ثلاث أشياء فقط طبعا هاي الثلاث أشياء بدايتهم وأولهم البلازما مبرين الغشاء البلازمي طبعا الغشاء البلازمي هو عامل زي كأنه الحدود يا جماعة تعالوا نتخيل روعة رب العالمين بأنه خلق الخلية كأنها مملكة هاي المملكة إلا حدود صح ولا لا فمهما كان نوع المملكة مملكة متقدمة ومتطورة أو حتى بداية جدا موجودة قبل الميلاد بالحالتين هاي المملكة لازم يكون إلا حدود فجميع الممالك كيفما كان تطورها أو تقدمها يجب أنها تحتوي على حدود ونفس الشيء الخلية بداية النواة فيها حدود اللي هي الغشاء البلازمي والخلية حققية النواة فيها حدود اللي هي الغشاء البلازمي البلازما مبرين طيب الشغل الثاني اللي تشترد فيها كل الخلايا هو وجود الـ DNA ففي عنا إحنا DNA اللي هو يحتوي عن معلومات الوراثية زي ما ذكرنا في الخلايا البروكاريوتك واليوكاريوتك يعني في كل الخلايا وطبعا الـ DNA يجب أن يكون محفوظ لأنه هو معلومات مهمة يجب أن يكون محفوظ في منطقة معينة هاي المنطقة هي اللي عليها الاختلاف باليوكاريوتك هاي المنطقة هي النواة بالبروكاريوتك هاي المنطقة نسميها نيوكليويد ما في نواة لأنه بالبروكاريوتك في منطقة اسمها نيوكليويد بديلة عن النواة وهذول المنطقتين باليوكاريوتك أو البروكاريوتك هي المناطق التي تحتوي على الـ DNA فمعناته كل الخلايا تتشابه بأنه فيها DNA وموجود في منطقة خاصة بغض النظر عن شو منسمي هاي المنطقة وكيف شكلها والتشابه الثالث هو وجود السايتوبلازم شو السايتوبلازم؟ السايتوبلازم هو سائل مكونات الخلية بتسبح داخل هذا السائل فمنسميه سايتوبلازم فمعناته السايتوبلازم موجود في الخليطين أو في النوعين من الخلايا يعني في جميع أنواع الخلايا طبعا التشابه الرابع المش مذكور هون بس مذكور بالمادة النظرية وهو عضي واحد اسمه الريبوسومات فالريبوسومات بتكون موجودة في البروكاريوتك واليوكاريوتك طبعا لو جينا احنا ركزنا على أهم نوع من أنواع الخلايا اللي هي اليوكاريوتك هاي أهم نوع ونوع يعني ضخم وكبير لأنه بضم جميع الكائنات الحية مع ذا البكتيريا بالإضافة أنه خلايا الإنسان والنبات والحيوان هي يوكاريوتك لو لاحظتوا قلنا أنه اليوكاريوتك بتكون النباتات الحيوانات الفطريات الطلائعيات بس هسا أهم شيء أو أهم نوعين هم النباتات والحيوانات هل من الممكن أنه خلايا النباتات اللي هي يوكاريوتك سل وخلايا الحيوانات اللي هي يوكاريوتك سل تكون متشابهة؟ أكيد لا لأنه رب العالمين العظيم لما يخلق شيء بيخلق كل شيء بقدر والنباتات رح يكون لها خلايا بأشكال وتفاصيل خاصة بتختلف عن خلايا أو تفاصيل وأشكال خلايا الحيوانات فمعناته في عنا نوعين من اليوكاريوتك سل Animal Cell و Plant Cell خلايا حيوانية وإنسانية وخلايا نباتية طبعا إحنا لو جبنا الخلايا الحيوانية وجبنا الخلايا النباتية حطناهم تحت المايكروسكوب وحاولنا نشوف مكوناتهم مش كل المكونات ممكنها تظهر وتبين ولكن في بعض المكونات اللي هي تقريبا حجمها كبيرة وهي واضحة ممكن إحنا نشوفها تحت المايكروسكوب وأنه نعمل مايكروسكوب المايكروسكوب العادل الاعتيادي اللي إحنا درسناه الـ Compound Light Microscope فمنقدر باستخدامه إننا نشوف بعض مكونات الخلايا النباتية والحيوانية وهي المكونات اللي رح نشوفها مميزة منقدر من خلالها نعرف إنه الخلية لمعنى هل هي نباتية أو هل هي حيوانية طبعا هنا بقلونا سل الخلية has many component فيها مكونات كثيرة البعض منها منقدر نشوفه تحت الـ Compound Microscope مش كلها طيب هاي هنا في صورة الخلايا حيوانية والخلايا النباتية بدنا نشوف أبرز الفروقات ما بين الخلايا النباتية والحيوانية وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية رح نحكي عن كيف نحضر خلية نباتية وندرسها تحت المايكروسكوب وكيف نحضر خلية حيوانية وندرسها تحت المايكروسكوب طيب نيجي هنا على الجدول ونشوف شو الفروقات ما بين الخلايا النباتية والحيوانية طبعا ذكرنا التشابه إنه الثنتين يوكاريوتك يعني الثنتين تحتوي الثنتين هي يوكاريوتك الثنتين بيحتووا على نيوكلياس نوة والثنتين بيحتووا على أورغانيالس ولكن في اختلافات يا جماعة ما بينهم فمثلا الخلايا الحيوانية في الحجم هي نسبيا أصغر من الخلايا النباتية فالخلايا الحيوانية هي السمولر أصغر والنباتية أكبر لو جينا على الشكل مثلا خلايا الحيوانية شكلها غير رابط يعني شكلها ممكن يكون راوند مدور ممكن يكون غير منتظم أشكال غريبة مدورة زائد غير منتظمة الشكل هذا طبعا بالنسبة للشكل بالإضافة زي ما ذكرنا إلى الحجم فحجم الخلايا الحيوانية صح وأصغر من الخلايا النباتية بنفس الوقت مش متساوي يعني ممكن نشوف خلية حيوانية حجمها أكبر من خلية أخرى ففيروس أو various size يعني الأحجام مختلفة متنوعة خلية كبيرة خلية صغيرة خلية كبيرة خلية صغيرة هي عند الحيوانات بينما الخلايا النباتية بتكون بالعادة similar in size متساوية في الحجم بينها وبين بعضها بنفس الوقت هي متساوية بالحجم وشكلها بيكون شكل منتظم فبالعادة بيكون شكلها مكعبة cube مكعبة الشكل أو rectangle rectangle يعني مستطيلة الشكل يا مستطيلة يا مكعبة فإحنا هسا فهمنا أول ثلاث اختلافات تقريبا لو إجينا نشوف الاختلافات الموجودة في العضيات إحنا حكينا أن الأورغانيلز الموجودة في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية من خلالهم منقدر نفرق ما بين هذول الخلايا فمثلا منلاحظ أنه عند الخلايا النباتية فيه جدار خلوي cell wall بس الخلايا الحيوانية ما عندها جدار خلوي هي ميزة جدا مهمة ومنقدر نلاحظها تحت المايكروسكوب وأبرز مثال أو أبرز فرق بالإضافة أنه الخلايا النباتية فيها بلاستيد فيها بلاستيدات زي البلاستيدات الخضراء لكلوروبلاست أما الخلايا الحيوانية لا تحتوي على بلاستيدات طبعا هذا الفرق ممكن صعب أن نشوفه بالمايكروسكوب الكمباوند المايكروسكوب العادي بنفس الوقت فيه قنوات وفتحات بسيطة للتواصل ما بين الخلايا بينها وبين بعضها طبعا هاي القنوات نسميها بلازمودزماتا موجودة في الخلايا النباتية ومش موجودة في الخلايا الحيوانية في قنوات بديلة عنها في الخلايا الحيوانية أخذناها في المادة النظرية طبعا هذا الفرق كمان بيكون غير واضح تحت المايكروسكوب بينما الفرق الأخير بيكون واضح تحت المايكروسكوب وهو الفجوات الفاكيول في عنا بالخلايا الحيوانية فجوات كثيرة ماني فاكيول ولكن هاي الفاكيول بتكون سمول فجوات صغيرة داخل الخلية غير واضحة بينما في الخلية النباتية بيكون في عنا large central vacu فجوة وحدة مركزية large central vacu فجوة وحدة مركزية وضخمة كبيرة وبنقدر نلاحظها تحت المايكروسكوب يعني اللي بدنا نوصل له إن لو أنا هسا أعطيتكم خلية وقلت لكم هاي نباتية ولا حيوانية هتقدروا تفرقوا أو تعرفوا نوحة بناء على الجدار الخلوي أبرز شيء زائد السنترال فاكيول فلو في جدار خلوي وسنترال فاكيول هتعرفوا أن هاي فجوة أو هاي أفوا خلية نباتية ولو مش موجودات هتعرفوا ناخلية حيوانية طبعا بالإضافة إلى الفروق الأخرى اللي إحنا درسناها طبعا لغايتهن إحنا خلصنا ويعطيكم الفعافية